نوافقكم كالعادة بالحصيلة اليومية لترصد الوبائي لداء كوفيد-19 المسجلة خلال 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومي هي جوج ماي 2020 هذه الحالة الوبائية التي عرفت خلال هذه 24 ساعة تأكيد 160 حالة إضافية من طرف المختبرات الوطنية المساهمة في هذه العملية للترصد الوبائي ومكافحة هذه الجائحة ببلادنا هذه 160 حالة سجلت زلها على التوالي بكل من جهات مراكش آسفي في المرتبة الأولى ثم جهات الدار البيضاء ستات في المرتبة الثانية ثم جهات طنجا تطوان الحسيمة وبعد ذلك كل من جهات فاس مكناس وجهات قلميم ودنون وجهات الرباط صلى القرنطير على أن النسبة المئوية لمجموع الحالات المسجلة ببلادنا منذ بداية الوباء والتي بلغ عددها إلى حدود يومه وإلى حدود ساعته 4729 حالة النسبة المئوية لا زالت لم تتغير حيث تبقى جهات الدار بضاء السطات هي الجهة التي سجلت فيها أكبر نسبة تليها جهات مراكش آسفي ثم جهات طنجا تطوان الحسيمة ثم تقريبا بالتساوي جهتين فاس مكناس ودرعة تافلت الإشارة كذلك فقد تم خلال هذه 24 ساعة استبعاد مجموعه 2221 دي الحالات التي كانت مشتبه إصابتها بهداء لكن المختبرات أكدت عدم وجود الفيروس في العينات التي أخذت من هؤلاء الأشخاص لازلنا كذلك نسجل بأنه الحالات المكتشفة تتم بنسبة 82% الخصوص خلالها 24 ساعة 82% أي مجموعه 131 حالة من بين 160 الحالة الجديدة المؤكدة خلالها 24 ساعة تكتشف عن طريق التتبع الصحي للمخالطين الذي هم منذ بداية هذا الوباء 25884 مخالط للإشارة فالتتبع الصحي يدوم 14 اليوم وهي مدة الحضنة القصوى للفيروس بالنسبة للوفيات سجلت كذلك مع الأسف خلالها 24 ساعة حالتين وفاة إضافية متعلقة بكوفيد-19 ويصبح بذلك إجمالي حالة الوفاة المتعلقة بهذا الوباء 173 حالة منذ بدايته ببلادنا إلى حدود الآن وتظل نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.7% للإشارة فالمعدل العالمي إلى حين يومه هو 7% بالنسبة لحالات تعافيس الجنة بحمد الله خلالها 24 ساعة ما مجموعه 173 حالة شفاء تام طبقاً للمعايير بطبيعة الحالة المعتمدة من طرف المنظومة الوطنية للتصريح بشفاء الحالة ويصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الوباء 1256 وتبقى النسبة المئوية للتعافي في ارتفاع مضطرد حيث بلغت هذه النسبة إلى حدود يومه 26.6% إذن نسبة التعافي 26.6% من أجل إعطاء مزيد من التوضيحات فمجموع الحالات التي يتم تكفول بها خلالها 24 ساعة أو هي تحت التكفول العلاجي خلالها 24 ساعة بأقصام العناية المركزة والإنعاش بلغت 78 حالة وهذا راجع لتناقص المستمر في نسبة الحالات المتكفل بها وهي في وضعية صحية حارجة أو خطرة حيث أنه هذه النسبة لا تتعدى 3% بينما كانت في وقت من الأوقات أكثر من ذلك وأصبحت النسبة المئوية للحالات المتكفل بها من دون أن تكون لديها أعراض المرض أو لديها بعض الأعراض البسيطة تمتيل تقريبا 92% فإذا هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لهذا 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته